هناك نظامين من الشحن. هناك النظام الخاص بالتيار المتردد و هناك النظام الخاص بالتيار المستمر. قلنا التيار المتردد ده. كده كده أنا أخذ راس فيش أو راس الشاحن أو دخل على السيارة يجب أن يكون الشاحن جوا السيارة مهمة جداً. يعني لو عندي A-C مثل في اليسار كده مصدر شاحن، تيار متردد A-C هو بيأخذ فيش. طيب الراس بتاعت الشاحن الموجودة فيه جوا العربية. يبقى جوا السيارة في شاحن. ما دونته هو اسمه داخل السيارة فبيسموه بالإنجليزي On Board Charger. On Board يعني هو موجود داخل السيارة. طيب القطعة البيضة دي اللي مكتوب عليها شاحن داخل السيارة. لو هي مش موجودة في السيارة إيه اللي يحصل بقى لازم أننا أشحن البطاريات مباشر. يعني هجيب لها مصدر DC. يبقى أنا هشوف النوع الثاني اللي هو اسمه DC أو بيسموه Off Board. Off Board يعني راس الشاحن هنا في الحتة العليمة. أنا النهاردة هشرح بقى الشواحن دي بالتفصيل. لأنني هشرح شاحن AC بالتفصيل. هشوف بيتركب إزاي المعلومات اللي موجودة على الشاحن. بحيث أنت أول ما بتدخل أول مرحلة وأكتر مرحلة. الناس بتتعامل معاها في السيارات الكهربية للنهار هو بيشحن. يعني أنت عامل زي إيه علاقتك دلوقتي بمحطة البنزين. كل يوم أنت تلاتة عايز تروح تفول. فأنت كل يوم لازم تبقى آخر يعني فكرة عن إيه اللي بيحصل في عمليات الشحن. أنت في السيارات العادية مش بيفرق معاك يا عم فاول 91 فاول 95. ومش مهتمة أو بفكرة التفويلة دي بتتم إزاي أو البنزين ده أو الديزل ده بيعمل إيه في السيارة. بس دلوقتي لا أنا لازم أفاهم موضوع الشحن ده كويس لأنه ممكن هشحن مثلا في البيت عند السيارة تقعد سبع تمن ساعات بالإي سي. وهنعرف ليه دلوقتي. طب بروح هشحن في السيارة في البنزينة. مش معقول أنا هنام جنب السيارة أقعد تمن ساعات عشان هشحن مثلا. أنا بروح أفاول ميزة الديزل أو الميزة بتاعت البنزين حاليا اللي متفاوقة لحد الآن إن أنا ببقى سريع في عمليات إن أنا أحط الديزل ده أو البنزين في السيارة. مش فاضي بقى نقعد إيه أستنى أشحن بطاريات السيارة وده بياخد معا وقت. فبالتالي بقي كل التحدي في العالم إن إنت إزاي تشحن سيارتك بأسرع وقت ممكن إزاي البطاريات ده أو بنسميها البتري بنك بنك البطاريات أو بالعربي تمام. إزاي بنك البطاريات ده يتشحن في أسرع وقت دي كل الناس حاليا كل الناس اللي بتعمل بحث علمي وكل الناس اللي في الشركات الكبيرة بيدور إزاي أختار نوع من البطاريات ونوع من الشواحن يقلل لي زمن أو مدة الشحن إزاي أشوف إيه مزايا وعيوب الشحن السريع ما نممكن إشحن سريع دايما هلاقي في مشاكل تحصل في البطاريات.